نهائي في مارمى سانداونز وقتها حنبتدي هو أحداث المباراة والحكم دانيال لاريا الغاني يستعد لانطلاقة البداية وأيضا النادي الآلي يستعد لانطلاقة مشواره الأفريقي ابتدى فعلا المشوار الآن بالسنطرة والكرة خلفية إلى بدر بنوني لعبها في الأمام أول المشوار الأفريقي في المسابقة أو المرة هيلعب الكرة إزاي طبعا تشكيلة للنادي الآلي تلعب الكرة على طول ويطلعها قلب الدفاع ماما دو جوري نادي الآلي محمد يلعب في المسلس الوجومي لكن كله بيرجع أما بيفقده الكرة وهذه الكرة بتطلع على طول واضح طبعا أرضية الملعب الكرة بتنط في الأرض وفيه ضربة حرة على أكرم توفيق مرة تانية من النادي الآلي في نص الملعب حمدي فاتحي حطت في الأمام شوفوا الكرة لازم الكرة تتلعب عالية شوية عشان لو مشت على الأرض مش هتيجي دقيقة هذه ناحية المين والأرضية إنما أول مرة يطلع كده ويكمل في الهجمة فاكرين في الملعب لازم الكرة أن الباص يتعامل بشكل أقوى شوية أدي طهر محمد طهر بيعد الكرة على طول تطلع بره أوترامية التماس تلعبت على طول وهنا حزاري من السرعات لأن اللي هما سرع جدا عملة عرضية في منتهى الخطورة عرضية من ناحية اليمين عن طريق سليماني ماماني عملة عرضية لو قبلها يوصل لمحمد شنيف عايز يسيطر على كورته لكن صعب جدا السيطرة في هذه المنطقة خادها مرة تانية طهر محمد طهر يلعبها لكهرباء كهرباء عطول لمحمد شريف اللي كان متسلل فيه راية من بول كودزو المساعد الأول الحكم الغاني الجنسية تاقم كله من غانا بقيادة دانيل لاريا على مرمى كلا الفريقين في العشرين دي اللي لعبناهم هذه الكرة جوه منطقة الجزاء يحاول يلعب عرضية يمسكها على طول الشناوي عرضية على طول من ناحية اليمين عن طريق موسى أحب على التنفيذ محمود وحيد جالها هنا عشان يلعبها بالقدم اليسرى زي ما بيعمل علي معلول دايما كل الضربات الركنية لناحية اليمين بيلعبها اللي بيلعب ناحية الباك الشمال هذه الكرة عرضية خطيرة وضربة رأسية على طول تطلع تلمس كده رأس ده مين حمدي فتحي وتطلع بره الملعب قوت لا ده ياسر إبراهيم طلع في الضربة السابتة ياسر إبراهيم مباراته الأفريقية رقم 4 الأهل والزمالك وجها اللي وجه في مجموعة واحدة في دور المجموعات هذه الكرة مرة تانية على طول بيشتت بيطلع على طول وخطيرة شوفوا بيشتت بيطلع من جوه منطقة الجزاء لكن أحمد رمضان بيكهم طبعا بيعتذر لأنه هو بيشتت خرج من دور التمانية في 2019 ووصل لنهاية 2018 ووصل لنهاية 2017 وكان فيه تالت مجموعته في 2016 كرة خطيرة جوه منطقة الجزاء لعبة عرضية والتزديد جول جول أليو ديوم يا 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 وابتدى المشوار وابتدى ابتدى ابتدى المشوار وآه يا خوفي من آخر المشوار يعني لسه بقى المشوار طويل 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 للنادي الأهلي المشوار طويل وابتدى أول الغيس قطرة وتزديده صاروخية من أليو ديونج يجيب تاني أهدافه الأفريقية فيه 13 مباراة لعبها على المستوى الأفريقي مع النادي الأهلي يا يحط الكرة على طول بالقدم اليسرى ويسجل أول أهداف النادي الأهلي الأفريقية هذا العام في الديا 34 أليو ديونج أليو ديونج أول هدف للنادي الأهلي وابتدى المشوار ابتدى المشوار من هذا الهدف مشوار جونسون في غياب موسيماني المدير الفني الجنوب أفريقي كيفين جونسون هو اللي بيدير النادي الأهلي في هذه الرحلة في نيامي بعد المباراة مباشرة النادي الأهلي في الطائرة الخاصة هيعود إلى مصر ضربة حرة خلي بالنا من الكرة دي تمركز موجود من لعب النادي الأهلي شوف اللعبة هتتلعب إزاي عرضية إزاي وتحطت على طول ويحط إيده فيها الشناوي يا ولد يا ولد يا ولد يا شناوي على طول يطلعها إلى ضربة روكنية الكرات الأمامية دي مش هتنفع بعانا الكرات اللي هي أما يكون بس فيه لعيب في مساحة ممكن تلعب له الباص زي دي كده وعلى طول هو جول ويه فيه أوف سايد ولا إيه فيه أوف سايد فيه أوف سايد فيه راية مرفوعة من بول كودزو مساعد الحاكم الأول وحاسب تسلل دي مشي أحمد روان بيكم عنده تعليمات إنه هو يستنى وهذه الكرة في الأمام استلام حلو قوي وعدى يا ولد يا ولد والعرضية يا 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 ناما كرة حلوة البطولات دي اللي حققت نادي الأهلي على مدى تاريخه وسط إلى 140 بطولة هذه الكرة طول ما ينطلق الشوت التاني حيبقى النادي الأهلي على إيدنا اليمين في الليل الحمراء والشوت الشوت التاني نفس التشكيلة اللي بدأت المباراة هي هي ما غيرش طبعا كيبين جونسون هذه كهرباء إنما فيه تسلل فيه تسلل ما غيرش كيبين جونسون طبعا بيطلع دفاع النادي الأهلي ترجع تاني فيه نص الملعب عن طريق أكرم توفيق واللي بيلعب على طول ناحية اليمين لأحمد رمضان بيكم وما فيش أفصايد إنما بيطلع الكرة إلى خارج الملعب بره أوت ما كانتش أفصايد إنه باستمرار إنه هو وياسر إبراهيم برضو طالع على الكرة العرضية ومعدية وتطلع للمرة التانية ضربة ركنية بس من الناحية التانية وإنت مغمط كده لعب بالقدم اليسرى هو محمود وحيد اتلعبت على طول عالية مش ممكن يا بدر بنون ولسه خطيرة ويمسكها الحارس ياه 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 شوطايل اللقاء للنقطة ديت أنا كنت رجعت كده من المباريات فعلا محمد شريف لعب مباراتين إفريقياتين قبل كده وأكرم توفيق لعب أربع مباريات قد الكورة على طول تلعبت جوة منطقة الجزاء والضربة الرأسية من جوة المنطقة ياه 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 النادي الأهلي أفضل بكتير في المباريات لعبة رمية التماس مرة تانية جوة المنطقة خطيرة التزديدة خطيرة لكن ضعيفة يعني خبطت كده وهي راحة في قدم محمود وحيد نمكة محمود وعشرة من نص بملعب أكرم توفيق يلعب الكورة في الأمام أليو ديونج عرضية جوة المنطقة استلهب من كهرباء وتطول شوية ويمسكها لحارس تاني صلاح محسن فرصة للنادي الأهلي أنه يسجل أهداف تانية لأن الدفاع مفتوح تماماً ودي رائبة رأسية إنما فيها أوف سايد فيها أوف سايد صلاح محسن هو قدامنا سيده كانتو يخدها حمدي فتحي لعبها على الأرض لأليو ديونج ديونج لعبها في اليمين ليه طاهر محمد طاهر خدها مرة تانية وهو جول يا راجل يا راجل محمد شريف كاد أن يسجل لهذا في التاني حاول يعدي من ناحية الشمال وكرة هجمة خطيرة هجمة خطيرة ودي تزديدة تطلع برا الملعب أول تزديدة عظيمة سواء في بداية المباراة أو الآن فأنا من وجهة نظري إنه هو أبرز لاعب في المباراة اتلعبت على طول الكرة جوه المنطقة واتنطف الشبكة من برا ياه 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 على الفرصة لعبها لجيرالدو على الأرض مرة تانية لصلاح محسن صلاح يوقف على كرته هيلعب عرضية واللي هيعمل ايه عملها جوه المنطقة ولسه خطيرة وتنطف الأرض يمسكها الحارس كارلوس ديونج حمدي عد حمدي في الزحمة كده ولسه خطيرة يا راجل يا راجل جول مية المية بيضيع جول مية المية بيضيع من النادي الأهلي في اللعبة اللي فات كاش رجله شوية قال لي ديونج قبل ما يخش عليه بقوة اللعبة ودي تزديدة في منتهى الخطورة يطلع على الشناوي يا ولد العيب يا ولد يا ولد يا ولد يا شناوي المباراة شوف الكرة هتتلعب ازاي والتزديدة عالية خالص عالية خالص بعيدة عن المرمى والحمد لله ومع هذه اللحظة يطلق حكم المباراة دانييل لاريال حكم الغاني اللي أمامنا ده صافرت نهاية أحداث الشوت التاني للمباراة شكرا للمباراة